نظم قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين محاضرة عرضت أبرز مفاهيم ومصطلحات حقوق الإنسان الواردة في تقارير الشأن العراقي بمشاركة متخصصين ومعنيين بالشأن القانوني وناشطين في مجال حقوق الإنسان محاضرة أبرز المفاهيم والمصطلحات لحقوق الإنسان التي وردت في التقارير الشأن العراقي مهمة جدا بسبب أنها تعطي وصفا للحالة الجارية في العراق طبعا لكل حالة على حدة وبالنتيجة يكون لنا تشخيص دقيق لهذه الحالات بشكل يعطينا الأمان والمصداقية للتعامل مع الضحايا لهذه الانتهاكات بالنتيجة لدينا ساحة كبيرة من الانتهاكات والفضائع والجرائم التي حدثت في العراق طبعا هذه من قبل قوات الاحتلال والميليشيات والقوات الحكومية تجاه الإنسان العراقي الأعزل الذي لا يملك من الأمر شيء وتحدث الدكتور خالد عياد الباحث في النزاعات الدولية وحقوق الإنسان عن أهمية المفاهيم والمصطلحات والتقارير المستمرة لضمان حقوق الإنسان في مناطق الصراعات حول العالم قانون الدول العام هو الملزم لأي إنسان أو أي شخص مسؤولا كان أو غير مسؤول لكي يحافظ على الحقوق الحقوق هي عبارة عن ثوابت والثابت هو شيء منحه الله سبحانه وتعالى للإنسان تكريما له فمدام هناك تكريم من الله للإنسان بحقوق معينة لابد من حمايتها هي محمية من قبل الله سبحانه وتعالى محمية لكن من قبل الإنسان كيف ممكن لازم تكون محمية لابد أن يكون هناك في قوانين وضعية وتطرق عياد إلى أدوات القانون الدولي ممثلة بمحكمة العدل الدولية والجنائية الدولية ودورهما بملاحقة المتهمين بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب محكمة العدل الدولية هي لإنصاف دولة من طغيان دولة أخرى لذلك لابد من أن يكون مبدأ التراضي ما بين الدول لكي يكون التقاضي أمامها ملزما للدول الآن يسوقنا هذا الكلام إلى الحديث عن محكمة ثانية إلى علاقة بالتقارير للمحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية تأسست في عام 2002 وتعنى بملاحقة المتهمين بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب كل هذه موجودة في التقارير التي تصدر عن حقوق الإنسان سواء في العراق أو غير العراق تحمل هذه المصطلحات يشار إلى أن القانون الدولي الإنساني شرع للالتزام بحقوق الإنسان من قبل الدول والأشخاص الاعتباريين ويفعل هذا القانون في عصر الصراعات والنزاعات لضمان حقوق الإنسان والحفاظ عليها وحمايتها من الانتهاكات اشتركوا في القناة